اسم الاب والابن والروح القدس على الاله الوحد امين تحل على النامية وبركتم الان والابد امين خرسطو صنستي تعيش وتصلى وكل سنو طيبين امبارع عيدة عز الكنيسة صح كان امبارع مش كده اربعة واربعين سنة ربنا يفرحكم كل سنو طيبين ودائما الكنيسة عمرانة بقى اباءها وشمستها انا واقف غيران يلا لا العفو 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 ربنا يفرحكم ودائما الشمامسة بنوارين والشعب بنوار الكنيسة انا بشكركم على محبتكم المحبة اللي انا مستهلاش يعني انتم يعني استقبلتوني استعبال كبير او انا مستهلش حقيقة ربنا يفرحكم وانا تعلمت منكم كتير في كم يوم دور يعني صحيح يعني تعلمت منكم كتير حقيقة فتعيشوا وتفرحوا وانا بشكر كل اب وكل ام يعني بيساعد ولاده ويربهم في الكنيسة عشان يطلعوا يريحوه ويبقوا حلوين ويسمروا وهو كمان يبقى مسمر ربنا يفرحكم النهاردة حد الرابع من احد الخمسين المقدسة احد الخمسين المقدسة لها عنوان جميل خالص اسمه انا هو المسيح في الخمسين المقدسة كنيسة بتعرفنا مين هو شخص المسيح ليه بتعرفنا مين هو شخص المسيح لان احنا بعد القيامة اصبح المسيح هو حياتنا ميناش حياة تاني المسيح هو حياتنا فالت انت بقى عارف حياتك دي شكلها ايه وهتتغزى على ايه وطلباتها ايه وايه الجديد اللي فيها وانهاردة رب المجد ياسوع بيقولنا انا قد جئت نورا للعالم ليه رب المجد ياسوع المسيح قال انا جئت نورا للعالم الابا شرحونا الكلام ده لما كانوا بيشرحونا الثالوس من خلال رمز الشمس لانه لما كانش فيه نور مش هنعرف قرس الشمس ولا نعرف الحرارة وده اللي بنقوله في الوداس غير غوري اظهرت لنا نور الاب وعرفتانا معرفة الروح القدس الحقيقية عشان ايه عشان هو جئ النور احنا من غير النور مش هنعرفه مش هنشوفه واحنا من غير النور مش هنعرف الشمس فابانا لما كانوا بيشرحو الثالوس كانوا بيشرحوه من 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 الناحية دي عشان كده يا رب المجد ياسوع المسيح جاء لنا انا هو نور العالم وانا قد جئت نورا للعالم والمسيح قال على نفسه انا هو نور الحياة الحياة اتو عارفين الشمس بتاعتنا دي من غير الشمس النباتات دي ما تطلعش ولو انا لو النباتات ما طلعتش مش هناكل ولو ما اكلناش هنموت صح كده ده ده على المستوى المادي في الحياة برضو احنا في الحياة الروحية كده برضو رب المجد ياسوع المسيح هو نور الحياة فاحنا في المسيح ياسوع نقدر نشوف الآب زي ما هو قالنا في انجيل النهاردة يقول الذي يراني فقد رأى الذي ارسلني من خلال نور المسيح نقدر نعرف ونشوف الآب ونستقبل الروح قدس هنبقى مهيئين للروح القدس لان شوفوا معلمني يوحان يقول ايه في الكاثريكون يقول ايه بهذا نعرف ان انا نثبت فيه وهو يثبت فينا لانه اعطانا من روحه ادينا ايه من روحه فخلانا ايه كان واحد جسد واحد وروح واحد عشان كده المسيح هو ايه حياتنا زي ما نقول في وشية الانجيل لانك انت هو حياتنا كلنا خلصنا كلنا رجائنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا معالينا بوليس الرسول في البوليس بتاع الحد الهفات يقول ايه ومتى اظهر المسيح حياتنا فحين اذا سننظر معه ايضا في المجد شوفوا معلمني يوحان النهاردة يقول في الكاثريكون ايه جميل اوي يقول ايه بهذا اظهرت محبة الله فينا بهذا ده موضوع كبير هو كتبه قبل كده يعني لان الله شوفوا بقى الحياة اللي اظهرت فينا دي ليه اظهرت يقول لان الله قد ارسل ابنه الوحيد الى العالم لكي نحيا به يعني محبة الله ظهرت فينا لما ارسل ابنه الوحيد عشان نعيش به فلما نعيش به تم محبة الله واضحة فينا شوفوا الجمال عشان كده المسيح هو ايه هو حياتنا عشان كده الكنيسة عضعت هذا كتمرس تعرفنا مين هو شخص المسيح حياتنا ده مفروض نعيش ازاي عشان كده النهاردة رب المجد يا صعب يقول لنا في الانجيل ان النور معكم زمانا يسيرا زمانا اخر يسيرا فاستقوا في النور مدام لكم النور لكي لا يدرككم الظلام استقوا في النور يعني امشوا في النور عيشوا في النور اللي يدرك الحقيقة دي ان المسيح هو حياتنا الحياة تختلف تماما تماما كل قراراتك في حياتك هتختلف لانها مش حياتك لو فهمت انها مش حياتك فلزم تسأل صاحب الحياة المخور ده عمليه فيها وده مهم جدا انت دايما المسيح يسبقنا بخطوة اسأل قبل ما تاخد قرار احنا كتير جدا وانا واحد منكم يعني يا ما اخدت قرارات في حياتي كلها كانت يعني صعبة خالص لكن اللي يسلم حياته في يد الله ويعرف يعرف انها مش حياته انت مش بتسلم حاجة بتاعتك اصلا انت مش بتسلم حاجة مش بتاعتك هيقول القصة ان المسيح الده لك ولا خد بالك دي ايه امانة طب لما انت بتحتيرها بتاعتك بتبوزها لك لما تعرف انها مش بتاعتك وانت هتعيش بيها صاحب الحياة وصاحب الوديعة نفسها هولها هولها هتصرف فيها لانه رسم لها طريق تمشي فيه معانا النابوليس بيقول ايه لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله في عدها لك نسلك فيها يعني حضرتك ليه خطة مرسومة الشرط الوحيد اللي فيها انك تؤمن انك مش عايش حياتك انت عايش حياة المسيح لما تعيش حياة المسيح فالاعمال الصالحة دي ايه هتعملها بالطبيعة لانها مش حياتك حياته هو المسيح هو حياتنا كلنا وده الكنيسة بتعرفه لنا فيه كتمارس الخمسين المقدسة عشان كده من احلى الحاجات اللي المفروض يعني نعملها قبل ما نيجي الكنيسة يعني هي اراية اراية الكنيسة انا بوصي كل الشمامسة حضرتك اللي بيجي الوداس محتاج تحضير هتحضر نفسك ازاي بالصلاة ده واحد اتنين باراية اراية الكنيسة بتعرف الكنيسة النهاردة الدرس بتاعنا هيقول ايه الدرس بتاعنا بيقول ايه فمهم جدا تحضيرنا ان احنا نيجي نبقى محضرين نفسنا عشان نبقى فاهمين الاراية بتاعتنا لان رب المجد يساء لنا ايه انتم الان انقياه بنجري الكلام الذي كلمتكم به وبين افرح قلوبكم كل سنوان طيبين نشوفكم على خير تصلونا لمسافر ان شاء الله بعد بكرة الفجر فاتصلونا كده نرجع بالسلامة وانا يعني احمل اليكم سلامات وتشكرات وابتهالات كتيرة من مصر ناس كتيرة بتسلم عليكم وناس كيرة بتشكركم وناس كيرة بتصلو لكم وانتوا كمان ايه تصلو لنا برضه وكلنا نتقابل في مسبح واحد وزويحة واحدة مش كده ولا ايه كنيسة واحدة صح؟ مهما اختلفت الجغرافيا لكن هو كان واحد اللي هو مين؟ المسيح اللي هو ايه؟ حياتنا صح كده؟ شكرا كلسان طيبين لان انا كل مجد وكرامة مهما انا كل مجد وكرامة امين